اهلا بكم كل متابعينا ومشاهدين على شاشة قناة النادي الاهلي وحلقة جديدة من برنامجكم استاد الاهلي حالتنا نهاردة نتكلم فيه عن اخبار وكواليس كتير وهيكون معنا النهاردة ضيفين من الديوف الكبار للكابتن عادل عبد الرحمن نجم النادي الاهلي الكبير والاستاذ عصام سلم نقيدنا الرياضي الكبير ومؤكد اكيد هنتكلم على امور كتيرة جدا مؤكد ان كل الناس عايزة تتكلم والحديث عن التجديد للكابتن احمد فتح والكابتن عبد الله السعيد سبق وقلت ان المفاوضات مشى بشكل كويس رغم ان فيه بعض الامور لازم نقول ان من المؤكد ان المفاوضات مشى بشكل مميز جدا ومن المؤكد ان فيه جلسة واثنين وثلاثة تمت بين كابتن ساد عبد الحفيز والكابتن الكبار الكابتن احمد فتحي والكابتن عبد الله السعيد والاكثر تأكيدا حرس الكابتن عبد الله السعيد والكابتن احمد فتحي على النادي الاهلي وعلاقتهم بالنادي الاهلي واللي النادي الاهلي بالنسبة لهم اولوية انا كأهاب عارفهم كويس وعارف عداءهم واتكلم معاهم وشايف ولازم نحط برضو من المؤكد ان اللعيبة من حقها تبص على مستقبلها ومن من حقها تبص على العروض المقدمة اليها والاكثر تأكيدا ان لجنة الكرة في النادي الاهلي متابعة الموقف بشكل جيد وبشكل مميز للتجديد مع اثنين من قمات الفريق للتجديد مع اثنين لعبين كبار جدا ليهم ممتهم كلام بيبقى محوره كتير جدا ولكن لعيبة عندها عروض اه عندها عروض في عروض كان الجاتم السعودية في عروض كان الجاتم الامارات انا بقولكم اهم لعيبة عندها كمان عروض قوية جدا ومغرية جدا من الصين الباب تقفل الباب ما تقفلش الكلام هيبقى محدد الكلام في ضغط المباريات وفي اولويات ومع ضغط المباريات والاولويات في جلسات محترمة وحديث عن التجديد انت ممكن تبقى شاغل بالك انك بتجدد الاثنين لعيبة كبار يستحقوا ان يكونوا موجودين وحقهم انهم يتقدروا بالتقدير الامسة لان عندهم اكتر من عرض وبقيم مالية كبيرة اللعيبة بتدخلش ابدا في مقارنات بين العروض الخارجية وبين اللي بيقدموا النادي الاهلي لان معروف جدا ومعروف كويس ان القيمة المالية اللي بيعرضها النادي الاهلي بتكون وفقا لامكانيات ومتطلبات وظروف وا 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 وكان من اكثر لعيب طبعا ضحى بها عاجة كتير وهم هم نفس اللعيبة ابدا الله السعيد واحمد فتحي يا ما ضحوا عشان النادي الاهلي انا مش عايز حد يتجنى على اللعيبة واصلي باعه الاهلي واصلي فيه لعيبة وقعت على بياد وقالت 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 شايف في السوشيال ميدي حاجات كتيرة جدا لكن شايف بعيني ومن الواقع ومن القرب ان الامور مشى في نصابها الصحيح وان الامور ان شاء الله هتبقى فيها شكل كويس وهيبقى فيها ارضاء للجميع لكن انت وانت عايز تخلص الامور دي كلها لازم تبقى حاطة في اعتبارك ان قيمتك كلها لها نظام واحد وان وجود لاعب او اتنين لازم يمشي مع المنظومة كلها وان استمرار لاعب او اتنين ما ينفعش ان هو يغير لك من المنظومة وفي نفس الوقت انك ما بتقدرش تقف قدام رغبة لاعب لو شفت ان في حاجة تخص مستقبله بشكل مميز كل دي تقديمة معينة لكن انا واثق في الاخر ان الامور هتمشي في نصابها الحقيقي وهتمشي في طريقها العادي المحترم لان لا يمكن لا يمكن حد هيزايد على حب الكابتن احمد فتحي للنادي الاهلي كذلك كابتن عبدالله السعيد محدش يقدر يزايد على حب السنائي ولا يقلل من حب ولا يزايد على لعيب مضى ووقع للنادي الاهلي على بياض كله يحب النادي بطريقته وبشكله وباسلوبه وكل واحد له ظروف وده بيكون في الاعتبار عند لجنة الكورة وعند الكابتن سيد عبدالحفيز مدير الكورة بالنادي الاهلي وعند الجهاز الفني وكابتن حسيام البدري وعند الكابتن زيزو وعند الكابتن عبدالعب صادق وعند الكابتن الكبير محمود الخطيب كل دي امور بتمشي وزي ما قلتلكم نضغط المباريات هنا بيعمل عائق شديد شوي للتجاوب والتفاعل مع اللعيبة علشان يبقى فيه اطار مضمون قلتلكم فيه مغارات كتير فيه امور كتيرة جدا لكن في النهاية فيه ترابيزة فيه كلام فيه هدوء الموضوع هيمشي بشكل مميز جدا وقصد جدا ان اللعيبة هتكون قريب جدا موقفها محسوم وفيه حاجات كتير جدا اعفوني عن ذكرها الآن يعني فيه حاجات اعفوني عن ذكرها في هذا التوقيت مش الشطارة انك تطلع في توقيت تقول كل حاجة معينة ولكن الشطارة انك تحط الطريق وانتوا فاهميني وعارفيني وعارفين اسلوبي لكن بقول لكم ان ان شاء الله الامور هتمشي في افضل شكل خلينا لكم ان الفترة الجاية هيكون فيه طبعا الاجندة الدولية لمنتخب مصر ومع الاجندة الدولية في شهر مارس النادي الاهلي بيوضب لمعسكر عنده عرض لمعسكر في الامارات العرض اللي موجود في معسكر الامارات هتخلله ماتش او اتنين ويمكن الكابتن نادر السيد كان موجود مبارح في مران النادي الاهلي عنده ماتش مباراة برضو في الخليج عرضها على النادي الاهلي لكن من المؤكد ان المعسكر ده هيبقى معسكر يعني جاية جدا ومعسكر في هذا التوقيت مطلوب لعبتنا الدولية اللي استخرجوا تأشيرات سويسرا هيكونوا موجودين في الفترة الجاية مع المنتخب بقيت اللعيبة او بقيت الفريق هيكون موجودين في معسكر الامارات كلام كتير بقى بيتقال على هيكتور كوبر واختياراته هيكتور كوبر عنده نقط مميزة جدا ونقط محدودة جدا نقط المميزة عند هيكتور كوبر انه هو قوام المنتخب في الاخر هياخد القوام هو بلغته بيقول اللي شئيه وتعبوا معايا في كاس العالم واللي قدوا اداء كويس واللي كان ليهم السبب والفضل لبعض ربنا اننا نتقاهل لكاس العالم ده معناه اللي هيكتور كوبر مش هنشوف معاه وجوه جديدة في بعض اللعيبة اللي تعبت وبنتمنها انها تلحق شوي بعض اللعيبة اللي حسينا انهم يعني زي رامي ربيع ان شاء الله بندعولوا ان يلحق كابتن شريف اكرامي محمد الشناوي اللي هيكون موجود منهم اكيد هيبقى حاجة كويسة وحاجة محترمة وحلم كاس العالم ده والتقاهل بعد 28 سنة حاجة كبيرة جدا وحاجة مهمة جدا واي لعيب بيسعى انه يكون موجود بيمثل بلده وبينول هذا الشرف الكبير شرف كبير جدا انك تمثل منتخب بلدك فاكبر احتفال كبير واكبر مناسبة في كرة القدم على مستوى العالم هيكتور كوبر في عدد يعني من اللاعبين اللي منضموش في الفترة اللي فاتت مش هيكونوا في المنديال ومش كل اللي رايح مع اسكر سويسرة هيكون موجود في المنديال من الاخر من الاخر من الاخر هيكتور كوبر محدد المجموعة وعمل لها بعض البدائل في ظل الظروف في الفترة الجاية وبالمناسبة يبكن انا من كام يوم كنت موجود مع السفير البريطاني جورج كاسن في مقر اقامته كان معي هيكتور كوبر وكان معي كابتن محمود فاز وكان معي الأستاذ إهاب الهيطة وكان معي كابتن حازم إمام ويعني جون كاسن دراجل يعني دماغه عالية جدا وراجل متواجد في الشارع المصر بشكل كبير جدا كان بتكلم مع مستر هيكتور كوبر عن الاعداد لروسيا والحديث وانا هنقل لكم اللي قاله مستر هيكتور كوبر للسفير الانجليزي بالكهراء والسفير البريطاني تحديدا وقال نصا انه هو عنده أمل وطموح في كاس العالم انه يقدي بشكل كويس وقال المنتخب المصري واللعيبة وخاصة اللعيبة المحترفة هيقدي بشكل مميز جدا وان ان شاء الله هيكون لنا فرص كبيرة جدا وانا هو واسق في المنتخب المصري في يعني عبور الدور الاول في المونديال بقول لكم كوبر عنده رغبة كبيرة جدا لكن برضو مستر هيكتور كوبر وهو قاعد كان يعني الحديث هل انت مكمل ولا مش مكمل مع المنتخب المصري الراجل بكل صراحة قال محدش كلمني محدش كلمني أنا قاعد ولا لأ محدش طمني محدش قال لي حاجة محدش محدش فبالتالي من وجهة نظري أنا شاف ان انتحاد الكرة لازم ياخد خطوة إيجابية قبل صفر مستر هيكتور كوبر ويتكلم معاه ويتمنه ويرايحه قبل الصفر للمونديال الروسي معنا خبر من الأخبار طبعا بتفرح كل جماهير النادي الأهلي وهو ان استاد القاهرة بيستضيف الأهلي أمام بطل الجابون كلام طبعا كتير وتقالوا في برج العرب وقلنا ان ان شاء الله الأهلي من حقه يلعب على استاد القاهرة والمباراة هتبقى طبعا بحضور خمس ألاف متفرج ان شاء الله تمنى ان عدد الجماهير يزيد في المرحلة الجاية في غياب الشعلالي أبو العيلة يقود تدريبات الأهلي أنيس الشعلالي المعد البدني لفريق النادي الأهلي اللي بيغيب عن المران بعد حصوله على إذن الصفر إلى تونس 48 ساعة لظروف خاصة بصراحة يا جماعة لازم نتكلم عن الأداء وعن اللياقة البدنية العالية وندر الراجل دحقه هو الكابتن أبو العيلة اللي بيقده بشكل رائع جدا الكابتن أبو العيلة قاد المران في غيابه كمان عايزين نقدم واجب العزاء للكابتن